السلام عليكم معاكم شاهد العباد في هذا الفيديو جاي نحكي عن كتاب الأستاذ سامي عامي العلمانية طاعون العصر المهم يعني الكتاب بتكلم عن المصطلحات اللي بيحكوها العلمانيين وعن أصل بعض الكلمات زي مثلا العلمانية نفسها وعن أصل كلمة إسلاميين وبناقش بعض التجرب العلمانية في الدول العربية فيما يخص تونس كمثال وبناقش بعض التأثير العلمانية السلبي في الدول الغابية ممكن نحكي أنه هذا هو مختصى الكتاب طيب بسا بالنسبة لهذا الكتاب أنا صراحة شخصيا ما شفت أنه فعليا سامي عامي مع أنه في الكتاب مجهود يعني واضح أنه فيه مجهود ولكني بصراحة ما شفت أنه فعليا الكتاب يعني بعطيك سبب أنه أنت مثلا تترك النظام العلماني أو أنه أنت مثلا تأخذ النظام الإسلامي بدل العلماني طبعا هاي وجهة الضغاء الشخصية إذا أنت تختلف أنت حارب حالك طيب ليش أنا بحكي هذا الكلام أولا الكتاب بصراحة عسامي عامي لهو العلمانية هذا الكتاب ممل جدا هاي أولا والسبب باجع بهيك أنه فعليا موضوع المصطلحات كان فيه نوعا ما يعني ملل وغير أنه ملل يعني كان طويل كثير يعني مثلا مية صفحة وفعليا مية صفحة أول فصل بس عشان يشرح لك كلمة علمانية ومن وين أجات ومن أصلها والمصطلح تاحها ويعني كان فعليا إشي ممل جدا مش ممل مثلا عشان هو بظل يعطيك معنومات جديدة لا هو كان يظل يعيد نفس المعنومات ولكن المصيخ الثانية كمان فعليا هو ما بيقدم لك مثلا بالكتاب هذا النموذج إسلامي عشان أنت مثلا تحكي هم هذا النموذج أحسن من النظام العلماني شوف مثلا هذه التجربة الكويسة ما بيقدم لك إشي زي هيك لا كمان ما بيحكي لك مثلا ليش مثلا نظام الإسلام مثلا بيحكي عن قتل موتد مثلا في كثير مثلا ناس من جماعة مثلا بيده بن نظام إسلامي 만든 نظام الموتد طيب هسا أنت مثلا ما جاوبتني مثلا ليش مثلا على النظام العلماني أو أترك النظام العلماني مثلا واجه عن النظام مثلا الإسلامcurrent الي في مثلا قطع يد الصق مثلا لو قطع من يعني بيحكيه رفع هنا يعني أنا بيجاوبك على الأسئلة اللي المفوظ athlete أنطاح إلا مثلا إسملا يобрير عندما مثلا يجي مثلا أحد علماني ان ناخشك أنا بيجاوبك على هذه الأشياء لا هو بيكتفي بس بالقول طبعا هذا الكلام بيحكي يعني بأغلب الكتاب أنه أنت مسلم فلازم على طول تكون إسلامي أو تتقبل نظام الإسلامي بصلاح هذا المنظوم مشكلة عن جد يعني وغاية كمان عندك الكتاب في مشكلة ثانية اللي هي غاية مثلا أنه بأول الكتاب مثلا كان يمط كثير بالكلام فيما يخص المصطلح اللي هو مثلا مصطلح العلمانية المطي يعني لذلك يتمين صفحة كمان الأشياء المهمة ما كان يناقشها فعليا بالكتاب يعني كيف أقولكم إياها هو مثلا يتكلم بالكتاب عن النسويات يتكلم بحول ثلاث صفحات عن الحاق النسوية طب هاي حاق كاملة إلها أساس زي ما بيحكوا إلها جماعات وتاريخ يعني تاريخ كبيرة كثيرة ما بصلا تختصالي إياها بثلاث صفحات وبعدين هذا النسويات مثلا الحاق النسوية هي شي يوم من شاهده المفروض كان مثلا يطول بالكلام مش بس يختصالي الكلام عن النسويات بثلاث صفحات أنا صراحة هذا الموضوع استفزني يعني انت جاي تحكي مثلا عن مصلحي العلمانية بميت صفحة عن جد والأشياء المهمة بتختصالها بثلاث صفحات طب بهول علمانية مثلا المختصاتاتها يعني أو التعافات مثلا تعي injections كونها عن علمانية يعني كان ممكن تختصاها مثلا ثلاث صفحات بعدين يمش إشي يعني مهم كثير زي مثلا حاق النسوية أو الطيرات الثانية مثلا فهاي مشكلة ثانية انه فعليا كان الأشياء التافهة اللي ممكن تختصاها كان يطولها كثير والشغلات المهمة في المقابل ما بيحكي عنها بشكل اللازم يعني ما بيشرح لك ما بوضح لك ليش والمشكلة كمان بالكتاب كان دائما يعني إذا يقولوا لك مثلا أنت مسلم فلازم تكون مثلا مع النظام الإسلامي لأنه ما بصلا مثلا تكون نعبوبي مثلا يعني بتآمن بأله بس ما بتعمل مثلا بأحكام الله زي أبو جهل أنت إيمانك زي إيمان أبو جهل عن جد هو هكذا الكلام يعني بالحاف يعني أنه أنت إيمانك زي أبو جهل إذا نبكيك وغيرك بعضه كان يستعمل أسلوب التغيب أو التخويف زي ما بيحكوها أنه مثلا أنت كافة عن جد يعني قال هذا الكلام بشكل واضح أنت كافة إذا ما قبلت مثلا بالنظام الإسلامي طب هذا بعضه مشكلة ثانية عندي أنت بتحاول تخوف القابل مثلا تقدم له نموذج أنت ما بتجاوب فعليا على أسئلة العلمانيين العلمانية مثلا هو مثلا كما تكلم عن تونس مثلا تكلم عن تونس مثلا النظام فاشل وهي أكبر مثال عابي على فشل المنظوم العلمانية وهنا بصاحة أنا بطلع لإني أسأل هل تونس كمثلا هي فعليا يعني من الكلام اللي حكا عنها فعليا صحيح تونس يعني عابيا للأسف طبعا هنا بلد عابي فاشلة من جميع النواحل ناحية الاقتصادية ناحية التعليمية وهو طبعا جاب من صدر هذا الكلام ما حدا بيقدر ينكوها ولكن هل هي النظام الوحيد أو الدولة الوحيدة أو هي النموذج العلماني الوحيد الموجود في المنطقة طب ما عنا اليابان مثلا نموذج علماني عنا مثلا السويد مثلا بغض النظار عن مشاكلهم الأخلاقية عنا تقنيا جدا متطوين عندك بعض الكيان الصهيوني فعليا متقدم وهو فعليا نظام علماني حسب عندما أنه علمانيين يهود فهذا كله يعني ما بصنك تقتصه بس التونس بعض الكلام عن الخوائد لوح وإن أشياء ما بزبط زي هيكا أنت بدك تقدم لي نموذج إسلامي بدل النموذج العلماني لازم توضح لي ليش أقبل نموذجك المشكلة كمان بأخها فصلة ما أجل مثلا يقول لي ليش أخيرا لازم أتقبل مثلا نظام الإسلامي وأترك النظام العلماني اكتفى بس بمجموعة كلام هو المختصات تاعه أنت مسلم خلص لازم تكون مع نظام الإسلامي طب أكون مع نظام الإسلامي ليش إيش مثلا الأشياء المغاية اللي لازم المفروض أتقبل أترك فيها نظام الإسلامي أترك فيها نظام العلماني وبعدة أعصار إسلامي إيش يعني المنظومة هل بدأ تدعوني عليها ما في فعليا يعني مساحل هاي النقطة بعضوا الاعتراضات بتاعية العلمانيين مثلا أنه مثلا فكرة مثلا الاحتكام السلطة قصدي فكرة مثلا السيطة على السلطة ممكن مثلا واحد مجنون مثلا مسلم مثلا يوخذ السلطة مثلا نفطه جدلا وبعدها يستع produّنت مثلا الموضوع مثلا مضوح حدد مثلا عشان يكتل الخصوم تعونه ممكن تصير فعليا ممكن يكتل انت سيس الدين وهي فعليا أنا بشوفها شخصيا مضوح خطيات جدا وبعدين كمان هو بصورة كثيرا انه كل الناس مع النظام الاسلامي او مثلا انه مع كل المجتمع او مثلا كل المسلمين متفقين انهم مثلا بدهم نظام اسلامي هذا كلام غير صحيح في كثيرا مثلا تيات حاليا موجودة بغض النظارس انت شايفهم صح ولا لا ولكن هذا الكلام موجود انه في كثيرا تيات اسلامية ما بدها حتى ما مش قصدي عن طريقات اسلامية قصدي يعني مثلا الناس مسلمين ما بدهم مثلا يتحاكموا بالشريعة مثلا شايفين انها مثلا ما بتنفع لها الزمن شايفين مثلا لزمن ثاني شايفين مثلا انها ما بتنفع يعني عندهم كثيرا طازات ليش انا اقبل بالنظام تاعك وعلى فكرة هو مشكلته كان برضي يهدد بالكتاب انا بتخسه بقولك انت اذا مش بتكاشي تطبق الشريعة اذا انت كافة ومثلا انت عندك يعني ما بافهم يعني انت ما بتقدم لي دليل هون ليش مثلا قطعي يد مثلا اقبل فيه وافض مثلا العلمانية الحاي هون وهون يعني ما بقدم لك وجهة نظام بس بيكتفي مثلا بالكلام الطويل العائض مثلا الممل جدا وما بيقدم لك دليل مثلا وبيكتفي مثلا بنقض العلمانية مع انه فعليا في نماذج كويسة ممكن كمان نعمل علمانية جديدة بحسب كلامه هو فهو تكلم انه في العلمانيات مختلفة ممكن بمكان ثاني العلمانية تكون بمكان ثاني اشي ثاني فالمشاكل مثلا ممكن نغييها عادي بصاحة من الآخة يعني عشان بتيش الفيديو تطول وبنصحكم بصاحة انا احتمال اكتب لكم يعني الكلام اللي كتبتوا على الفيس هنا بالطالقات او بصف الفيديو عشان تقاوه لانه كان نفسر كثير من الفيديو بس انا سبحكي يعني ناس هاسا خلصت الكتاب ويعني لفكار مش ما تبينه وعن ما باسي بس بصاحة الكتاب مبنصح في نهائيا جدا ضعيف ما في اي ما في يعني نقد عن جده بس بقولك انت مسلم فانت تكون خلص معانا يعني ما في شاح يعني ما بيعطيك مثلا ليش لازم يتكون فاهمين عليه كيف يعني ليش اقطع الايد مثلا ليش لازم مثلا اقطع المعتد يعني ليش مثلا يعني ما في شاح لهاي الاشياء الاسئلة اللي انت اصلا مش تاركتاب عشانها ما في هو جاي يقول مثلا عن المنية هذا المصطلح كذا كذا بعني طب هل تغيال مصطلح يعني حتى المصطلح مثلا كذبي هل هذا معناته يعني لازم يكون معاك يعني ما بتفهم فعليا يعني ومثلا انو حصها مثلا بعض الافكام مثلا الغلطس عند الاجارة مثلا وعند العام مثلا وبعدين يضوب لك ايها بالعلمانية بصاحة يعني الكتاب ضعيف جدا ولو انا بالدقائمه اعطيه ثلاث ثلاث من عشان وممكن هيا خمانا اشترى كتاب بخص الالحاد لا سامعاما لماذا فعليا كتبوا بهذا المجال ضعيفة جدا اما في الشقة المسيحيه يهودي فهو شاطة في نهاية الفيديو انا بحكي هذا الكلام كله انه هي وجهة نظر الشخصية تمام ومدام هو وجهة نظر الشخصية فانا متأكد مثلا ان انت ممكن مع النظام الاسلامي ما عنديش مشكلة اذا انت مع النظام الاسلامي وشافه صح ما عندي مشكلة معاك ولا حتى مع سامعاماي انا بس بحكي انه الكتاب بتاع سامعاماي هذا كتاب ضعيف جدا 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 ما بيقدم أي دليل على أن الإسلام مثلا هو الحل ما بيقدم مثلا ولا بيشرح مثلا أو ما برض على طالات مثلا العلمانيين ما بيقدم أسباب واقعية مثلا للشخص مثلا الغاء مسلم عشان مثلا نصا إسلامي فاهمين عليه كيف ممكن شخص مثلا مش مسلم لما يقع مثلا وجهات النظر تعيث الإسلام ويقع نقد المنظوم العلمانية من وجهة النظر الإسلامية مع أعطاء البديل الإسلامي ممكن يقبل فيها بس هو ما بيعمل هيك هو بس بضاقشك أنت كمسلم وأنا شخصية وأنا بقى الكتاب أنا أخذت عقلية الملحد عشان ما أكون يعني متحيز زي ما بيحكوها على كل إن هاي وجهة النظر الشخصية وتقيما الكتاب ثلاث كتاب فعليا ما بيستهل أنك تشتري ولا بيستهل بصاحة وقتك هاي وجهة نظر الشخصية إذا أنت مثلا يعني بتحب الكتاب أو إشي هاي وجهة نظرك إذا أنت مثلا بتقدس سامي عمل لما كتبت المنشرات عليه على الفيس لقيت ناس بتسيب عليه فهاي كلها وجهة نظرك الشخصية وأنا بحبامها وانتحاف فيها وما عندي معاك أي مشكلة ولكن هذا الكتاب زباني ويلا السلامة